بلغة المسيرات في الأجواء الرابطة ما بين إسرائيل وجنوب لبنان يدخل الصراع الدائر في تسارع ندراماتيكي من حيث الأحداث الأمنية التي عقبت اغتيال إسرائيل السنوار تحديدا بعد أن أعلن حزب الله اللبناني استهدافه منزل نتنياهو في قساريا في قضاء حيفا بطائرة الصياد المصنوعة إيرانيا جملة من التفسيرات الميدانية للمعطيات الأمنية وعلى رأسها استراتيجية المرحلة الجديدة وإن دخلت فصول المسيرات فيها منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر إلا أنها تحولت لما توقعه خبراء العسكر بخفايا ما هدد به قائد الحرس الثوري أن ثاد لن تجدي نفعا وهو ما يطرح تساؤل الأمنية الملح هل تهزم الصياد حسابات ثاد الإجابة الضمنية ميدانيا تعكسها تفسيرات الإعلام العبري عن مسؤولين بأن ذلك الاستهداف ليس حدثا عاديا بل يبدو بداية لتعبير عن قرار اتخذ من أعلى المستويات العسكرية لدى أذرع إيران بإشراف من غرف صناعة القرار في طهران تلك الرواية تقارب لغة التصريحات التي خرجت على لسان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنها محاولة إيرانية فشلت في اغتيال نيثنياهو خبراء العسكر كذلك اتفقوا بأن تلك العملية ستمهد لضرب أهداف مماثلة تأتي في سياق رسم صورة لأذرع إيران بتصدرها مشهد التأثير في المنطقة وإثبات حضورها في الرد على مقتل السنوار بالذهاب إلى فرضيات واحتمالات العين بالعين والسن بالسن أو نتنياهو مقابل قيادات كبيرة كنصر الله والسنوار تحليل يفتح بوابة المخاطر في الساعات المقبلة حليفة الترقب للمشهد المتأزم فهي تعتبر قد حعود الكبريت الذي قد يعجل ضربة إسرائيل المرتقبة لإيران أو أنه سيقتل أي محاولة للتهديئة في لبنان وكذلك في غزة أو الانتقال لمعركة المسيرات التي تكشف بحسب خبراء قدرات حزب الله الدفينة من جهة وتتجاوز المنظومات الدفاعية المتطورة بعد إرباكها بمسيرات وصلت إلى عمق أكبر في إسرائيل اشتركوا في القناة